هل التلبية واجبة وهل أذكر فيها من أحرمت عنه التلبية سنة والتلبية معناها أنا يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة وهي إجابة لنداء والدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتينا من كل فج عميق فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الداعي إلى الحج دعانا ونحن نجيب نقول لبيك لبيك وكان المشركون يلبون ويضعون فيها الشرك كي يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فستبدل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأما ذكر من أحرم له فيستحب كان رجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن رجل نائب عنه فقال لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال أخلي أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولهذا الإنسان إذا كان نائبا يقول لبيك عن فلان ابو فلان وإن كان قد أخذ نقود ويخشى من التهمة يلبي ويعلن هذا مع رفقته حتى لو سألوهم يقولوا نعم سمعنا أنه يلبي عن صاحبكم يقول لبي يقول لي أفلان ترى أفلان ومعطيني حجة حنبوه وأنا الآن ترانبا ألبي لبيك عن فلان ابو فلان نعم ترجمة نانسي قنقر